Bonjour, comment ça va ? Avant de commencer, j'ai un petit mot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aولا, أود أن أشكركم على تفاعلكم مع فيديوهاتنا ودروسنا وكنت جد سعيدة عند قراءة تعليقاتكم. كما أني أود أن أخبركم أني أخذت بعيني لانتبار طلباتكم. والطلب اليوم جاني طلبات من الإخوة العرب أن أشرح باللغة العربية. وها أنا الآن أحاول أن أتكلم باللغة العربية. فقبل البدء لرجاء بسيط لاستمرار القناة. لا تنسوا أن تشتركوا معنا إن لم تكنوا قد اشتركتوا من قبل. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر إعجاب. وتشتركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعمل فائدة. فلنبدأ بسم الله. درسنا اليوم هو يعني ماذا؟ النفي في اللغة الفرنسية. ما هو النفي في اللغة الفرنسية؟ النفي هو جملة تكون تعبر عن نفيك للشيء أو اعتراضك عليه. الفراز نيغاتيف اتتلزي pour dire le contraire نيي وإكسبرمي sans désaccord أو العكس يكون الجملة أنت تقول عكسها. سوف نعطي أمثلة كثيرة في هذه الحلقة. كما نجد كلمات كثيرة ممكن أن نحطها في الجملة. هنا مثل نتالي 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 نه لا 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 هذه كلمات ممكن النستعملة في الجملة. جملة النفي En grammaire on parle aussi de négation de phrases ou de phrases à la forme négative il s'oppose à la phrase affirmative qui s'utilise pour dire oui يعني في le grammaire في الفرنسي ممكن أن نتكلم على النفي على حسب الجملة التي عندنا فيها نتكلم على النفي باتنا نتكلم على النفي أل ايم boire le café سا سورة سي أل نم بوار le café سا سورة نوم هنا ألم نقول سا سورة سي لا ألسى أنني أغلقى سا سورة هدا هو النفي Elle n'aime pas boire le café sa soeur non plus أدون أنه واضح إن شاء الله Comment transformer une phrase affirmative en phrase négative كيف نحويل الجملة العديا إلى جملة نفي Pour passer d'une phrase à la forme affirmative en une phrase à la forme négative on ajoute des mots appelés locution négative كما قلت كي نتحويل من جملة عديا إلى جملة نفي نستعمل كلمات كتيرة منها نتحويل من جملة عديد 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 سوف أشرح باللغة العربية هذه الكلمات نستعملها في الأول والجمع الوسط وفي الآخر كل هذه الكلمات وهناك كثير سوف نرى أمتلا كثير Certains mots de la phrase à la forme affirmative peuvent être supprimés et remplacés par les mots tels que هناك كلمات في وسط الجمع ممكن أن نلغيها ونحطو مكانها هذه الكلمات مثل Personne, rien, aucune ou aucun ني سوف نرى لليكم باعدالجومل Elle parle tout le temps Elle ne parle jamais لغينا تن حطينا مكانها jamais Elle veut aller à l'école Elle ne veut pas aller à l'école J'ai tout compris Je n'ai rien compris هلما دفعنا لغينا تو وحطينا مكانها لغينا تو هل واضح؟ Tu as vu Omar et son ami Je n'ai vu personne لغينا أمار وصديقه وحطينا مكانها Personne Tu as vu Omar et son ami Je n'ai vu personne ولكن attention à la forme négative le premier mot s'écrit toujours ن sauf s'il est suivi d'un mot qui commence avec une voyale on écrit alors un apostrophe à la place ماذا تعني حداري L'jumla التي فيها voyale ما هو voyale لقد رأيناه من قبل هو H mué H s'akinah A O U E It's there N'chut مكانها madame N'chut مكانها N avec apostrophe N بال apostrophe فوق qu'haha So فنرى مثال على هذا مثلا Je n'ai vu personne Haya فيها voyale Haya l'a l'a بتاع E بتاع الفعل ف la gina je ne v je ne i la gina l'e بتاع l'in وحطينا مكان هa l'apostrophe نرجع إلى جumla تانية ل تاخد أمتي لأخرى tu kone amal y farah tu kone amal y farah ماذا كان الجواب je ne kone ni amal ni farah هنا وضفنا ni je ne kone ni amal ni farah où placer les mots de la négation هذا سؤال مهم أين نضع كلمات النفي في الجواب dépend du temps de conjugaison يعني quand le verbe est conjugué avec un temps simple مثل un présent futur imparfait passé simple le deuxième mot place juste après le verbe يعني لو كانت الجملة فيها إعراب prison الماضي الحاضر المستقبل الماضي العادي يكون هنا تكون الكلمة بعد الفعل بعد الفعل وليس قبله sinon يسي 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 الوكسلي نرى أمتلا على ذلك ين 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 الفعل تن سي عادي ين 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 سابق هنا حوالنا إلى الماضي هنا لا تتعرف سابق حوالنا إلى الماضي la position du mot change selon qu'il s'agit d'un ton simple ou d'un ton composé يتغير إذا كن لكوشيغزان كدا ton simple ou ton composé أتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذا الدرس أشكركم كثيرا على المشاهدة ولا تبخلوا علينا بالضغط على الزر إحجاب وتشتركوا إن لم تكنوا تشتركوا وفعلوا الجرس لتصلكم كل جديد وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة إلى اللقاء في درس جديد بحول الله Au revoir A bientôt A bientôt شكرا